مرحباً مرحباً ورحباً في القناة اليوم لدينا الكتاب المدرسي في اللغة الإنجليزية للسنة الأولى متوسط لنبدأ أنت sidedديًا لدينا partiesسب May-School-Thinks or my school supplies. My school things and my school supplies have the same meaning and he is أدواتي المدرسية and it is أدواتي المدرسية لي my school things my school supplies المعنى واحد أو معنى نفسه وهو أدواتي المدرسية my school things I listen I listen not I listen not I listen I listen I listen I listen we don't pronounce the tea I listen and repeat I listen and repeat أنا أسمع آي وتعني أنا أسمع وأعيد I listen and repeat repeat وتعني أعيد now repeat with me a pan a pan repeat with me a pan أي قلم جاف a pan a pan أي قلم جاف a ruler a ruler a ruler repeat with me good excellent a ruler أي مستر a sharpener a sharpener a sharpener good أي مبارات a pair of scissors a pair of scissors a pair of scissors نستطيع أن نقول أيضاً scissors أو مقص أو زوجين من المقص أي هذا الزوج الأول وهذا الزوج الثاني we have a book a book وتعني كتاب a book excellent a white board a white board a white board a white board وتعني صبورة بيضاء وهي التي نكتب عليها بالقلم بالقلم وهناك أيضاً نستطيع أن نقول black board a black board a black board وهي الصبورة السوداء التي نكتب عليها بالطباشير we can say white board أي صبورة بيضاء or a black board أي صبورة سوداء we have a dustbin a dustbin أي سلة مهملات هنا سلة مهملات كيف نقول عامل نظافة نقول dustman dust ننزع بين ونكتب man man وهو الرجل أي العامل dustbin dustbin وتعني سلة مهملات dustman أي عامل man هو رجل أي عامل نظافة dustbin سلة مهملات dustbin عامل نظافة we have next a portfolio a portfolio a portfolio الملف الذي نضع فيه الأبراق next a copy book a copy book a copy book not a book there is a different between a copy book and a book هناك اختلاف هناك اختلاف أو فرق بسيط بين a book و a copy book a book وتعني كتاب أو book وتعني كتاب و copy book وتعني كراس copy book next next a school bag use school bag a school bag وتعني محفظة مدرسية school 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 تعني مدرسة bag وتعني محفظة أي محفظة مدرسية a school bag لدينا سليت لدينا سليت أي لوحة صغيرة مثلاً باللغة الفرنسية نقول أغدواز ثم لدينا الرابة لا ننطق الر في الأخير نقول الرابة الرابة أي الممحات الرابة وليس مثلاً عندما يقول لشخص أكتب لي كلمة تشير لا نكتب أ ثم ت ثم نكمل تشير هكذا لا لأن سي والأيتش هي نفسها تعطي نطق تش تش تشير على ماذا نكتب عندما سنراجع دروسنا ونراجع الانتحانات على ماذا؟ على الدسك الدسك أي مكتب الدسك الدسك بان هناك فرق بين بان وبنسل بان هو القلم الجاف كهذا وبنسل هو قلم الرصاص ما هي الأدات المدرسية التي نضع فيها الأقلام؟ هي المقلمة أي بانسل كيس بانسل وتعني قلم كيس وتعني شيء مثلاً نحفظ فيه يعني محفظة بانسل كيس وهي عبارة عن مقلمة أي نحفظ فيها الأقلام بانسل أقلام أو قلم كيس وتعني هي شيء نضع فيه أو شيء نحفظ فيه أي بنسل كيس مقلمة we have data projector data projector data projector هو الذي نقول عن data شو بلغتنا العامية data projector next we have colored pencils هي أقلام أي مجموعة عندما نضيف الأس تصبح pencils pencils أي مجموعة أقلام أكثر من واحد في اللغة الإنجليزية الجمع هو عبارة عبارة عن اثنان ثلاثة أربعة فما فوق colored pencils colored تعني ملونة pencils تعني أقلام colored pencils و تعني أقلام ملونة colored pencils and this is my school things or my school supplies we still in the second lesson page 18 18 we have second لدينا second ما هي هي عبارة عن ordinal number ordinal number أي رقم ترتيبي عبارة عن ترتيب أي الثاني الدرس الثاني قمت بدرس ordinal numbers وهو عبارة عن الجزء الثاني سأذعى رابطه في صندوق الوصف أو in the description box we have the page 18 18 18 أي الصفحة الثامنة عشر page 18 لنقرأ let's read let's read I match I match وتعني أربط أو أصل the word هي في الأصل نقول the word and the picture and the picture I match the word and the picture أنا أصل أو أصل الكلمة مع أو والصورة في السابق تعرفنا على الأدوات المدرسية ب الإسم والصورة الآن سنربط we have الرابة الرابة ما هي الرابة؟ ما هي الرابة؟ ما هي رابة من هذه الأدوات؟ لدينا هل هي ممحات؟ مصطرة؟ هل هي قلم جاف؟ هل هي مقلمة؟ مقص؟ أو محفظة؟ ما هي يا ترى؟ سوف أضع لكم خمس ثواني للتفكير we have five four three two one excellent excellent the الرابة هي عبارة عن الممحات هي عبارة عن الممحات هنا نصل ها قد وصلنا وصلنا وضح الخط هنا we have we have الرابة وتعني ممحات الآن الأدوات الثانية a pencil a pencil a pencil a pencil case ما هي ال pencil case؟ سوف أضع لكم خمس ثواني للتفكير five four three three two one excellent a pencil case وهي المقلمة نصل المقلمة ب pencil case أو اسمها باللغة الإنجليزية هنا نرى السهم we have the third school thing or supply thing أو أدوات الآدات المدرسية الثالثة وهي a pen a pen ماذا تعني؟ تعني أحسنتم good book وتعني قلم جاف a pen وتعني قلم جاف now we have a school bag a school bag ماذا تعني؟ school مدرسة bag حقيبة a school bag we have five four three two one one and zero excellent school bag وتعني محفظة مدرسية أو حقيبة مدرسية one now we have a pair of scissors a pair of scissors ماذا تعني؟ أعطيكم مهلة للتفكير five four three two one zero zero excellent a pair of scissors means مقص أو تعني مقص now the last one الأخيرة وهي الرولة الرولة ماذا تعني؟ وتعني الأخيرة وهي المسطرة الرولة نربطها we have i listen and do page nineteen i listen and do page nineteen the second lesson أنا أسمع أو ثم أفعل صفحة رقم تسعة عشر أي nineteen الدرس الثاني the second lesson example مثال i stand up and find a chair i stand up and find a chair i stand up وتعني أقف وأجد كرسي أنا جالس الآن على كرسي أقف وأجد كرسي a chair وتعني كرسي i look at the picture here is the picture and do the same thing the same thing is to find my school supplies to find my school supplies قال لي أرى في الصورة ثم أفعل نفس الشيء هو ماذا يفعل هو يبحث عن أذواته find his school supplies find a school bag find a school school bag سأعطيكم خمس ثواني five four three two one and zero good وجدتم الحقيبة الآن find a school bag school bag وتعني حقيبة ها هي now find a chair find a chair we have five four three two one zero good work find a chair وتعني جد جد كرسي أي a chair I stand up هنا دينا مثال I stand up and find a chair أقف أنا الآن جالس على كرسي أقف I stand up and find a chair وأجد كرسي good work we have find a raba find a raba five four three two one and zero good work a raba وتعني ممحات find a pan هكذا نكمل جميع الأدوات المدرسية find a pan وتعني نجد قلم أي قلم جاف pan وتعني قلم جاف find a ruler find a ruler وتعني أجد مسترة ها هي المسترة أجد find a ruler and find a pencil case a pencil case وتعني مقلمة good work find a pencil case find a slate find a slate أي جد صبورة صغيرة أو لوحة slate now we have find a pencil find a pencil أي جد قلم رصاص find a pencil find a sharpener find a أي جد مبرات sharpener and now don't forget to add like click the bell and subscribe my channel that's all thanks for watching and goodbye goodbye and